السلام عليكم ازيكم عاملين ايه يا رب يكونوا خير نهرته هنعمل بانطلون شيرويل ده قوش براش في مطة هنطلع منه بانطلون شيرويل بثارقة ساعة جدا فقط من قدام برجنا هنكون بدون فقط ايه يا رب ايس الطون وهيبقى من غير الكامر هيبقى باسطي هنقيس تسعين سنتي وحسب الطون هنحصل بالطول اللي انتو عايزين لاني هناخد تسعين وهدكب اسورة تحت في البانطلون حوالي خمسة عشر سنتي هيبقى طول مية وخمسة وحسب الطون وباطل اللي انتو عايزين لانطلع وحسب الطون بطلع وحسب الطون بطلع 10 سنطقة 75 سنطقة طبعا نضع السباس جدا نحن نستطيع متخطيه المفاصل نضعنا الضعي نضع الرئيس كنت نستطيع أن نسعه الامامي الاثنين وثلاثين الطهر طبعا افضل شوية يعني الطهر كده هخليه اربعين والامامي الاثنين وثلاثين فهنا نعمل داين هنوقع على صوت الحجر هايز احنا هركب الاسك في القمر يعني مش هنركب قمر في البنطل ، هقوم الثلاثين صمتي عشان هخد اسكعة الاخبسة سمتي وهنا هيبقى منزل ست و عشرين لاني ت انها يتمط تجربه كده هقركله هنا هيبقى فاشي جوهي للكيس بله ساعة وشغط أصدر لا تجب لا تجب غريص أضع المنزل يجب أن أضع المنزل أضع المنزل أضع المنزل أضع المنزل ونزل أضع أضع المنزل أضع المنزل من المنزل مجرا هذا الأنمية هذا الخلف هذا الخلف الذي سنركب هنا الجيه سنركبها كده كده كل ريت اللي استكلت من الجنب من اللي معاها بالزبط الجنب هنا موجودة هذا الخلف سأتقفلها معاها الأمامية سأقفل الأمامي سأقفل الأمامي سأقفل الأمامي سنقفل الحجة لنصمت هذا الأمامي مع الأمامي سأقفل الأمامي سأقفل سأقفل أمامي سأقفل الأمامي سأقفل سأقفل هذا سأقفل الأمامي سوف نقوم بسرعة 30 سنتي وعندما تطبق اثنين سيكون لها 15 سنتي وعندما تطبق اثنين سيكون لها اثنين سوف نقوم بسرعة 53 سنتي وعندما تطبق اثنين سوف نقوم بسرعة 4 طبقات سوف نقوم بسرعة سوف نقوم بسرعة سوف نقوم بسرعة من الدقة كده هنخليها 11 سنتي وهنطلحها كده على مفيش عشان تبقى طلعي على اوسع وهنا قديم الشكل ده ايه كده هنقفلها الزيتة وان هنقفلها بتريقة صحرية كده يلا بنا ان نشوف ان نقفل زي البنطلون مع بعض هنبتدي كده التقفيل البنطلون بصبع عشان نتأكد ان ده الامامي اللي هو حجره اصار وغدين منه هنه ثلاثة سنتي او اتنين انا مفيش ده الامامي الاتنين ده الامامي هنقفل ايه بقى اعتبر منطلون ده نفوش خياطة اه في الجن بقلنا هنشيل الفردة دي بصو سهل جدا جدا هنحطها هنا هنجيب بقى الفردة كلها كطعة واحدة هنفقش خياطة لان ده يبقى شروان هننبسه في البيت او نبسه في الخروج وهو طبعا او مش ابرش يعني اعتبر او مش زي الدريكو هنقفله كده من اول رجل كده لغاية فوق لغاية الحجرة هنا وهننشوف هنعمل ايه في دين هنقفل انا بشتغل اجراتي على مكن اقول لي المكنة دي بتاعتني حاجاتي المكرة بس طبعا المش عنده مكن اقول لي عادي جدا هنشتغل على المكنة بتاعتنا العادية خالص بس هتكون الابرة رقم عشرة هنشتغل كده بسم الله الرحمن الرحيمة اطقال الله ايه الذهاب الى الأفر والأفر الحظهر لا يوجد لتدخط الوقان من دخل من الدخول هذه الداخل المكان الشخص لا يحتوي على المكان الاعراض. اللي بتعمل تطريس وكده. نقدر نعمل منها سرفلة. سرفلة اعتبر على اقل ايه? خمسين في المية من الاغر. طيب ما عندناش نقدر نوديلي الراجل يعمل لنا اوفر. ممكن نقفلوا كله وبعدين نوديقها هيبلا سائب بعض الاماكن ما تعملتش بس مش هيجرى حاجة. اه على اقل لان احنا مش هنوقف. طبنا هو هنفوش خياطة في الكمب خلاص. هيبقى خياطة من الداخلي. الامامي اهو مع الامامي زي ما نحطه بالشكل ده. الامامي اهو اقصر من الخلف. لان الخلف دايما بيبقى اطول عشان الارديل. احنا شلنا من الامامي كده من اثنين الى ثلاثة سنتيقعة ما فيش. فاداني منورة طبعا اعلى. فكده البنطان بتاع بيبقى ناجح ومزوط في اللبس. اه الاستيكة هيبقى منه في ملغوش كامرة. طيب هنجيب الامامي هم مع الامامي كده. وهنبتدي نقفلهم. كده هون طبعا دي اهم حاجة الخياطة دي على الخياطة دي بالزبط كده. لبقى حطي اللان دبوس. عشان برضو ما تيهربش ان هتبقى اي اه مش الخياطة على الخياطة. مش عايزين اي لوحة في الخياطة. وطبعا من الاول اللي 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 دبوس نحطه. فالشغل بتاعنا يطلع من من الاول الاخر صح. مش بحط اللي. المكنة هي اللي الدبوس احطه بس عشان نزبط الخياطات على بقى. المكنة اقول ليه? ما بتكشكشش القماش. ليه اللي هي? الغرزة بتاعتها بتبت الغرزة اقول ليه? ليه الحاجات النكره. اه بترفقش مرة تانية. اه مسلا لو عندنا مسلا اه التدوة الميرتون ممكن المكنة العادية تخرمه. فبالحالة دي نقدر تزيبنه الابرة الدعبية. اه دي الابرة الامرية بتبقى الفيعة. ما بتخليش القماش بتقطع. وفي نفس الوقت. اه بيتخلي القماش يكون يعني تشتيبه افضل بيكون ايه بابرة مثلا اتنشر او اتنشر او احتاشر سنتش. ده كده اتقفل. هنعمل برضو اوفر. وهنرجع نركي بلاستيك. او هنعمل قلق صورة بتاعت الحجرة. بالشكل ده. ماشي. مش همتطونش على. الاول هنعمل الاسورة. الاسورة هي عبارة عن طبقتين. وهي كانت تلاتين سنتي. وبقت كده خمستاشر سنتي. ده وسعها قلي. بعد ما تقصت. بقت من تحت تلاتة وعشرين. طبعا من فوق اكبر شوية. اه بقيت ستة وعشرين من هنا. وهنا اقل. لان يطلع طبعا من هنا ادي. على الاسورة. طبعا الاسورة دي هركبها ازاي. الاسورة دي هنستفيد منها حاجة تانية غير كمان الاسورة بتاعت البنطنون. لو انا هعمل هيقول بنفس الطريقة دي. ايه لا هيقول? بنفس الطريقة دي طبعا. بس طبعا هيبقى الفرق ايه? لو انا عايز اطول اطول اه. بس برضو هي طبقتين. وفي نفس الوقت بغضو على قد مش على قد رقبة بتاعتي. على انا ادي ما انا عايز احجمها هي كبيرة. فبرسمها على شكل الاستدر كده. رقبة كبيرة. اه بنفس الشكل دوت. طبعا بيبقى كده تكون اطول وهتطبق كده. ماشي. طبعا احنا ايه? لو عاملنا بقى كبيرة مثلا ممكن تبقى اربعين تديني طول عشرين. ان انا هتنيها على برة. او هعملها هيكون كبير ان هو ما تقوله كده. في نفس الطريقة. ماشي بس ما قلنا اجمل. انا انا فردتها هي بس كده هي كده الاسورة. اللي هي كده. انا بفردها كده وبقفلها كده الاول. رافين? قفلتها كده. اهي. بالشكل ده. الحتة هي اللي هتبقى تحت الهاية قدية اهي وهنا الاوسط. هنقفلها بالطريقة دي وهنبقى ازاي? هنقلبها. وعشان نتقفل منها نعمل منها اللي هيكون. الفستان مثلا اه البيت الجي هاي بقى برقبة هيكون. لاما شرط. لاما فستين قصيرة شطوية. لاما اسورة بنفس الطريقة. اه الكود او ده. يعني ده هيعتبر كأنه كود. اهي عملناها كده. بصت بقى هنقلبها زي. هنقبتي كده. اهي. وهنقلبها شكل ده. يعني انا قلت كده انا اربع خمس حاجات بتعمل منه نفس الشكل ده. يعني نقدر هنقلبها سورة اهي. بالشكل ده كده. طبعا اهي ده كله لبس الشدر. بالشكل ده هنا اهي. اتخيطة من جهو ناحية تانية مش بين الخطوطة. ومن القلبة نفس الطريقة هي مش بين الخطوطة. اه وهي بتركب دايما على القم. وهو بعد ما بيتقفي. يا اما. اه في الرقبة برضو بعد ما بتترفي النفس القفلة بالزبط بالشكل. هعملوكو التانية برضو. عشان نحفز الاسور بتاعي تحزي. بصت كده هنبتدي ركب الرجل هنا. بصت قبل ما نركب الرجل. طبعا الرجل ده اي سعب كده كده بالزبطية عاملة سبعتاشر سنتي. لان احنا هنلم معها كده. اللي عايزة هازجأ ايضايا. وما فيش اي مشكلة. ماشي. هنفتح هنا علامة صغيرة كده. ونعلمها بالمركة برضو احتياطي. يعني مش عايز يعلم كده. بس دايما القصة دي بتخلي العلام بيروش. اول حاجة. طبعا الخياطة هنا علامة. وهنا هقسم النص برضو. بالمركة كده. اه. هنا حتياطين. اول حاجة هكيب الخياطة دي جمع الخياطة بس هيتلبس كده. هندخله كده. بالبعدول كده هو. على الناحية العدلة. واحنا هنا هنقفل الناحية القلبة. الخياطة هنا على الخياطة. واشبوكها في طبوس. الهم حاجة دي الخياطة على الخياطة. هنيجي هنا بقى للحتة اللي فيها علامة اللي هو النص التاني اللي هو بالجم. ده العلامة بتاعت المركة هو. وهنا العلامة اللي هي قصنا او المركبة. بحط دي على دي. وبرده بضبوس. ونبتدي بقى هنا نشدي بقى اللي هي قدية على اوسع تلمع. هنا بقى فيه وسعهوت. في الشروال. لان طبعا الاسورة قدية عشان يبقى ملمون. اعلموا بقى. واحنا ماشيين. طبعا بتشدي الناحية الفاضية دي. لها الاسورة. هبدي غرزة الاول كده في الجم. بعد كده بتدي ايه? اشد. طبعا النص بقى عن نص خلاص. مش هيبقى البنطلون ملوح في الرجل واحد. نصت انا شديد كله هو. شديدته كله مرة واحدة. شان يديني الكشكشة مرة واحدة. فيش حاجة اكبر من حاجة. صورة. لانا ما انا اريد ان تسروا. نظر في النصباتي. لانا اريد ان تطعنا نحن نقوم بتحديد نور نصف انه سهل جداً انه لا يوجد اي مشكلة جداً طريقة بسيطة و كيف نقوم بتحديد نور او بنتنور لا يقوم بتحديد نصف ساعة كل عربة نقوم بتحديد نورك اصدقنا بعد ان نقوم بتحديد نورك طبعاً و احنا بنقوم بتحديد نورك عشان نقوم بتحديد نورك هيبقى بالشكل ده ده كده الشكل النهائي بنلقي صورتين بتاع المنطلون بالشكل ده بتعمل اوفر جوة طبعاً بعد كده كده بقى الاستيك احنا هنعمل الاستيك ازاي بقى الاستيك هناخد مأسه ازاي بالشكل هنا كده هناخد المساحة دي في القاسط بالشكل ده ده ما تتطبع ايضا بشكل ده نحن باستيك اصنده المعسين بعد ساعة مينة ثم اصدقون ساقفل النور تشغيل الأفلاء أخطأ بالعليد تضيفي الأفلاء كثيرا سمعت تخيل الأفستك احتمال اقوم بعمل نص من هنا ومن هنا لكي اضغطي القاستيك بالضبط في النص اقوم بعمل امه بالمركة اقوم بعمل جناب وعندي الامام هنا في خياطة والضهر في خياطة القاستيك نفس الطريقة اقوم بعمل جنبي من الجناب هو دي جنبي اخر وهنعمل الربع كده هنعلم هنا الربع هنا النص والنص في الخلفي او الامام اول حاجة طبعا هجيب اللي في الخياطة ده هحطه في الجنب عشان ايه يبقى مايعورش كده الجنب هحطه هنا لدبوس الجنب هحط الامام هنا او النص يعني الخياطة اللي هيا في النص القاستيك ده ثلاثة سمت نقدر نحطه مقاس اللي احنا هايزمه هين بقى الربع الثاني كده في الظهر او في اللغة اللي فيه خياطة ده بصوت بس بقى احنا اقفلنا ايه عادي جنب ودي اه خياطة ودي خياطة ودي الجنب التاني القاستيك ده بتعمل زبان شده كده من نص الشكل ده هنقفله هنا على القاستيك بعد كده هندوس عليها على المكنة ايه مع القاستيك نشيل اوه كده دفوس اوه شده كده كله من ارجي المسافة اوه 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 واوه اوه هنقفله بنفس الشكل ده بالزبط ان شكل ده بيخليه لكلق اسطيك مزبط جدا وشكله حلو جدا وده انructقفل الصح البنطالون ده مش متكلف في غير مبلغ بسيط جدا يعني نقدر نعمل فشاتة منه مشروعا نعمل البنطالون فقط مثلا يعني ده مش هيحتاج مش مكمل متر قماش يعني متر قماش بسرعة. لو طلعنا من عرض هنعمل اسرعة يبقى متر وحاجة بالاسرعة. اه طبعا يعني لو انت جابت المتر حتى قماش ده بستين جنيه. بيعطي القماش البنطرون مية وعشرين مية وخمسين. هتبقي كسبانة كويس جدا فيه. ممكن تقدر تعملي في اليوم عشر بنطرونات عشر بنطرون. ما بياخدش وقت خرص. انا اللي بقول لكم كده. انا اللي بقول لكم ما بياخدش وقت. يعني يتضل قص كده وضعنا على بعض. ويتقفلو كده في وقت واحد. وينبيعوا لو بينابلي كده هيبقى انت كسبانة. ويبطبعا ولو كل ما تبيعي اخطر بسرعة قل انت كسبانة اكتر. مش هكلي ده. وهنقلبو كده على المكناة العادية اما المكناة اللي بقول لكم كده. بالشكل ده ونشدو كده. الاخد بديني كده الشكل ده. انا نقفلو على المكناة ستنجر. نلقو على المكناة ستنجر عشان ما عندوش مكناة اقول ليه ما عندوش اي مشاكل في حدها. طبعا باتني كده خلطة هي بتاعة الظهرة اولا اماني. بالضبط انا قدي الكاميرا هو كده. وهي خليكوا تدوسوا علي طريقة ان هم المكناة ليشاء افوض uh yf難وشyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy القليل. كثير绑. اضافة لأنها حتى يكون تصفحي الان لا يوجد الوضع أزالة اضافة للمزاحة وطنعها أضافة للمزاحة تجعلتكم اخرى اضافة للمزاحة بالشكل ده. من الوضافة دي. اهو. ايه. احنا هنا الخياطة هاي. الامية. هنجي ايه? هنجي هنا كده. هنطلح حوالي سنتي. وندوس عليه مرة تانية. سنت واحد بس. ليه هيديني كده خياطين. كي اني معمول يعني على مكان قليل. اهو. سنتي واحد كده. وادوس بقى جنبا ثم لا يستطيعان. هوا. هون. الاشوال. اوه. ايه. ايه. اه. شكلها كده شكلوا بعضا ما خلاص الاسطل بدايون طبعا اي خول زيادة كده نشيلها اه هنا طبعا الامامي اقصر من حاجة اللي هو راح نقولنا كده ولما يجي نحطهم كده في اللبسة يبقى بشترك ده طبعا ده الامامي حاجة في الظهر هنا حط التكت بتاعي نحط التكت كده زي المنصين قبل نحط طبعا مقاسه المقاس ده مقاس نبس اي حد يعني مش شرط حط مقاسات ورقوم لان القماش اللي بتنطي دايما مش بيبقى مقاسات بيلبس من 40 كيلو لغاية 100 كيلو كده مقاسات بيلبس من 30 كيلو كيلو كذوكة مقاسات وبرينه مش شوكيات مش شكيات مش شوكيات شوكيات مش شوكيات مش شوكيات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة